من طهران إلى صنعاء يمتد نفق مظلم على هوية نهاية القدرية المصيرية لملال طهران وميليشياتهم الحوثية الإرهابية تأثيرات الثورة الشعبية الإيرانية في اليمن يمكن قراءتها من الخطاب الحوثي المواكب الذي يحاول التقليل والانتقاص من ثورة العمائم المتطايرة في البلد الأم رغم القمع الوحشي وأحكام الإعدام السياسي والمشانق المنصوبة على الثوار الإيرانيين تبدو أعناق الكهن الكهول في طهران أقرب من حبل المشنقة وأنشوطة الجحيم وفي كل البلدات الإيرانية تتهى سلطة العمائم اللاهوتية التي طالما ادعت أنها منسوجة بمغزل التفويض الإلهي والحماية المباشرة ومن خيوط الانتخاب الاصطفائي الوراثي لثلة من حثالة البشر وفي هذه الثلة الحثالة تظهر ميليشيات الحوث الإرهابية الهدف الأول لثورة تتبلور في اليمن على وشك وتكتمل على نار النضج وسواء السعير ذلك لأن اليمليين لا يجيدون تطيير العمائم بل الرؤوس ولهم في هذا خبرة عريقة وتراكم ثوري سيتجليان عما قريب وأقرب تهتز العروش وتتساقط خرافات كهنة الشر والإرهاب في إيران ويتركها للجحيم من كانت تدعي أنها تمثل وصايته السماوية على الأرض والبشر لا عاصم اليوم ولا ولاية لفقيهن من طهران إلى صنعاء بل اقتربت الساعة ووقعت الواقعة وليس على الحثين اليوم سوى انتظار النار وقد مسهم من شررها في إيران الشيء الكثير ترجمة نانسي قنقر